لكن الآن هناك نعي من مشعان الجبوري وهو النائب السابق في البرلمان العراقي ينعى أبو مهدي المهندس من خلال تغريدة على تويتر هو مشعان الجبوري النائب السابق في البرلمان العراقي قبل قليل من الآن نعى أبو مهدي المهندس وقال بأنه قد قتل في الصواريخ التي اجتدفت مطار بغداد الدولي قبل شاعات من الآن